ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تفعيلنا لرؤية استباقية ترم منح المملكة اكتفاءا بالميدان وحمايتنا للأرواح والتروة الغابوية والممتلكات العامة والخاصة ووفق ما أعلن عنه منتدى فارماروك على صفحته الفيسبوكية فإن القوات المسلحة الملكية قامت سنة 2011 باقتناء خمسة طائرات كناديغ قادفة للمياه ساهمت بشكل كبير في مهام وطنية ودولية في مكافحة الحرائق وأتبتت من خلالها القوات الملكية الجوية حرفية عالية في أداء هذه المهام وأردف المنتدى عينه أن هذه الخطوة ستعزز أسطول مكافحة الحرائق الوطني خاصة مع تنامي عدد الحرائق التي تسجل بمناطق متفرقة من جهات المملكة وأضف المصدر ذاته أن المعلومات التي استقاها تفيد بأن العقد الجديد بلغ مرحلة التنفيذ على أن يتم تسليمها خلال السنة المقبلة نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب